السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد عن لا إله إلا الله اشهد عن لا إله إلا الله اشهد عن لا محمد رسول 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 الله اشهد اشهد عباسدي حي على الفلاح حي على الفلاح اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Like always we start by praising Allah subhanahu wa ta'ala for everything He has given us today We praise Allah subhanahu wa ta'ala for the health, for the wealth, for the children وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا And if you try to count the blessings of Allah, you will never be able to count them فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اليوم بإذن الله تعالى نتكلم حول أمر هو من الأهمية بمكانه أمر لطالما فرطنا فيه عن غير قصد ألا وهو السنن التي تتعلق بالصلاوات السنن التي قبل الصلاة وبعدها بعضنا يظن لمجرد أنها سنة وهي اختيارية وهي كذلك فتجد الواحدة منا يتركها لماذا؟ لأنها سنة ليست فريضة ففي هذه التقائق بإذن الله نستعرض معا أهمية السنن التي تتعلق بالصلاة وفضلها في الدنيا ويوم العرض على الله تعالى وفي الجنة حتى يكون دافع لنا في عامنا الجديد أن نضيف إذا صلاواتنا وأن نجعل صلاة السنة شيئا أساسا في حياتنا إن شاء الله تعالى في هذه المنزلة نحن نضيف سنة شيئا أساسا في حياتنا وفي الجنة والسنة شيئا أساسا في حياتنا سنة شيئا أساسا في حياتنا سنة شيئا أساسا في حياتنا وماذا يتركوا في حياتنا سنة شيئا أساسا في حياتنا أي نبي على الله تعالى In this way, two rakahs before salah al-fajr, four rakahs before salah al-dhum, two rakahs after salah al-dhum, two rakahs after salah al-maghle, and then two rakahs after salah al-ishak. If you do the math, the calculation, you'll find the total is twelve rakahs. هذا ما سأترك في اليوم لأنك أمورنا فقط بعض المعرفة هذه الصلاة أو تغيرها هذه الصلاة لأنها مختلفة لكن المعرفة بأنها تهدئة وأنها تأتي بمشاركة لنذهب إلى هذه المعرفة ومع هذه المعرفة لتعرفة وفعل هذه المعرفة نحن نعرف كل يوم إذن يحبب حتى نؤكد ونراجع ركعتان قبل صلاة الفجر أربع ركعات قبل صلاة الظهر وركعتان بعد ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد الإشار هذه إثنتا عشرة ركعة ما ثواب ذلك في الدنيا؟ أولاً صلاة النافلة تزيد البركة في البيوت وتضيء البيوت فقد روى جاعل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً The Prophet صلى الله عليه وسلم tells us in this hadith about the importance and the barakah of praying صلاة السنة Home He said صلى الله عليه وسلم This salah actually adds a lot of blessings and a lot of barakah into our homes He said صلى الله عليه وسلم When anyone of you observes prayer in the masjid which is صلاة الخريض like صلاة الإشاء, صلاة الفجر and so on He should reserve a part of his salah for his house For Allah would make the prayer as a means of betterment in his house So Allah subhanahu wa ta'ala put the blessings, the barakah into your home when you're praying صلاة السنة home So we have two points The point of praying صلاة السنة itself and the better way is to pray home The second hadith in the same regard He said صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاتِ صَلَاتُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ He said صلى الله عليه وسلم The most excellent prayer a person performs is the prayer you pray home except the five mandatory prayers So the Prophet صلى الله عليه وسلم sheds a light on صلاة السنة The voluntary prayer The twelve raka'as we pray every day Now we got to know It adds a lot of blessings and barakah into our homes What's next? هناك حديث قدسي والحديث القدسي معناه The holy حديث means that the Prophet صلى الله عليه وسلم tells about Allah that Allah said so and so فقد قال الله في الحديث القدسي وَمَا يَزَالُ عَبِدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهِ فَإِذَا أَحْبَتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْنَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا وَإِن سَأَلَنِي لَأَعْقِيَنَّ وَلَإِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأَعْيُذَنَّ This is a great hadith The Prophet صلى الله عليه وسلم tells that Allah تبارك وتعالى says in the holy hadith that the more you get closer to Allah the more you pray salat al-sunnah before and after salat the more Allah subhanahu wa ta'ala loves you if you keep praying it every day Allah subhanahu wa ta'ala loves you what is the result of if Allah subhanahu wa ta'ala loves you the next Allah says if I love my servant I would be like his hearing with which he hears his sight with which he sees his hand with which he strikes his leg with which he walks and if he asks me I will definitely give him and if he seeks refuge in me I will definitely give him the protection this is the result of praying salat al-sunnah which is before and after salawat that Allah subhanahu wa ta'ala supports you gives you the aid on every step of the way Allah subhanahu wa ta'ala will guide your hearing to hear only the truth and to believe it will guide your sight to see the truth and to be able to recognize it this is all the fruits of salat al-sunnah this is the first the first step and the first stage in our khutbah which is the virtues of praying salat al-sunnah the virtues we gain in this world in this life the next step when we stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment is there any virtues any fruits we get any rewards the answer is yes قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعلا لملائكته وهو أعلم انظروا انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع يعني هل لعبدي من صلاة السنة النوافع فإن كان له تطوع وهذه هي النقطة قال أتموا لعبدي فريضته من تطوع this is a great glad tidings from الله سبحانه وتعالى the prophet صلى الله عليه وسلم tells that on the day of judgment when we get back to الله سبحانه وتعالى the very first thing that we will be held accountable and responsible for is our prayer الصلاة which is clear and all of you know this الحمد لله and then he said and then he said صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى will say look into the prayer of my servant if it's perfect then it's okay it's perfect he's successful otherwise if there is any deficiency if there is any shortcomings in the prayer in the mandatory prayer Allah سبحانه وتعالى will say to the angels look into his if he has any voluntary prayers if he have any صلاة sunnah if he prayed extra prayers if so Allah سبحانه وتعالى will say compensate the obligatory prayer by the optional prayer for my servant just imagine that your صلاة your نافلة صلاة sunnah will bridge the gap you have and will handle and solve the issues and the problems and the shortcomings and the lack of خشوة we do in our صلاة صلاة sunnah will solve all of these problems the third stage in paradise what if we enter paradise is there an impact بركة of praying صلاة sunnah yes قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى إثنت عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بإن بيت في الجنة whoever keeps praying 12 ركعة every day besides صلاة الفريض 12 ركعة which is صلاة السنة before and after الصلاة whoever do this every day a house in paradise will be built for him and look he صلى الله عليه وسلم did not say that your whole life will equal one house in paradise he said it looks for me like every day if you pray the 12 ركعة you will be having a separate house in paradise for each and every day this is what the context shows i think for now we got to know the fruits and the great impact of praying صلاة السنة i am sure that from now on we are not going to ignore صلاة السنة at all because it gives us a lot of blessings in this life when we stand in front of الله and on the day نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيانكم من المؤدين بصلاة السنة على حقها ومن المتبعين لهدئ النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذين يحبون رسول الله فنحبهم الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وجمعنا اللهم به في مستقر رحمتك وذلك رحمتك يا رب العالمين وبعد فإني أرصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فهي النجاة في الدنيا والآخرة وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يهزنون ما زلنا نستعرض معا فوائد صلاة السنة التي قد يتركها بعضنا تكاسلا أو يعني عدم انتباه لشأنها ولفضلها ولضرورتها والهدف من ذلك أن نحفز أنفسنا والجميع على المحافظة على صلاة السنة وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سنة الفجر في سفر ولا في حضر يعني كما تعلمون أن النبي يسافر له قصر الصلاة تسقط عنه السنة لا يصلي صلاة السنة وهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما عدا صلاة الفجر The Prophet صلى الله عليه وسلم used to pray two rakahs before صلاة الفجر regardless no matter he is traveling he is a resident he is every day he pray two rakahs before صلاة الفجر no matter what these circumstances are he pray صلى الله عليه وسلم وقد ورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها did the two rakahs you pray before صلاة الفجر the two rakahs sunnah you offer before صلاة الفجر they are better than this world and what it contains this is the fruits and the results of praying صلاة الفجر so let's make it clear and in short for those people who are still coming to the masjid just in a nutshell we have talked about the importance of praying صلاة الفجر and the virtue of keeping praying صلاة الفجر every day and we have mentioned that there are a lot of blessings you gain in this world in this life and in the hereafter on the day of judgment and inside the paradise itself in this world Allah will bless you will support you will guide your hearing your sight your hand your leg everything Allah will give you the guidance and the light because of praying صلاة الفجر and it's preferable to pray at home because it brings barakah and light into your home it brings tranquility and peace into the family members praying صلاة الفجر home and the second stage when we get back to Allah on the day of judgment your نوافل the prayer the extra prayer you pray before and after which are 12 on the day of judgment it will bridge the gap and handle any issues any shortcomings in your mandatory prayers and if you are from those who enter paradise we ask Allah to make us all amongst them then there are a house waiting for you in paradise if you pray 12 rakahs every day as he says صلى الله عليه وسلم من صلى ثنت عشرة ركعة في يوم وليلة بنى الله أو بنى له بهن بيت في الجنة نسأو الله تعالى أن يرسلقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل اللهم وشرح صدورنا ويسر أمورنا وردنا ورد عنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرزقنا حسن القيام بين يديك وحسن التضرع إليك واقبلنا وتقبل منا يا رب العالمين أعنا يا رب على صلاة الفرائد وصلاة السنن وتقبل كل منا يا أرحم الراحمين اللهم نصر إخواننا المصطبع فينا في كل مكان اللهم هل لهذا الدين أمر رشد اللهم هل لهذا الدين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزن فيه أهل الكفر يا رب العالمين اللهم انتصر لدينك ولسنة نبيك ولكتابك ولعبادك الموحدين آمين 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 وآثر دعوانا للحمد لله رب العالمين وأقل الصلاة اللهم انت الله وإكبر لا إله إلا الله شكرا محمد رسول الله حيانا الصلاة حيانا الملاح والصلاة والصلاة اللهم انت الله وإكبر لا إله إلا الله اشتركوا في القناة